السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى على القناة نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية عيدكم مبارك سعيد وعواشركم بركة تخلع لكم بكل ما تمنيتوا بالفرحة وبالصحة وبالسعادة لكم والعائلتكم إن شاء الله اليوم في ضمن سلسلات حلوية العيد فقد نقدم معكم هاد الغريبة سهلة جدا في مقادرها وكذلك في طريقتها ولكن النتيجة تكون رائعة النتيجة غزالة لا في الشكل ولا في المذاق نتمنى إنها تعجبكم وتجربوها وتلقى الاستحسان ديالكم وديال الأفراد الأسرة ديالكم وكاعتدار أعتدار على التأخر في تنزيل الفيديوهات عندي فيديوهات مصورة ولكن الضغوط ديال الوقت فكتخلي إن الإنسان بعض المرات ما يقدرش أنه يدير مونتاج باش ينزيل فيديو ولكن كان وعدكم إن شاء الله بفيديوهات وخاصة فيديوهات نكملوا بها السلسلة ديال تعليم الخياطة والآن غديندوزوا المقادير ديال الحلوة ديالنا بالنسبة للمقادير فعندي ربعة ديال الزبدة هادي ديال البواطة ليليا أو لالابريلي اللي توفر عندكم المهم ديال البواطة كتكون أحسن عندي ربعة ديال صفار البيت عندي نصف كاس ديال الزبيب مرتب مسبقا ومقطع شوية وعندي علبة ديال الفواكه المعسلة هادي كليك هتكون مقطعه عندي لديك منكيه أو لا مناسم بباب نكها ديال البرتقال عندي كاس ونص ديال الزكار عندي جوش كيسان ديال الزيت جوش خمارات ومعلقة كبيرة ديال إنشاء هادوهما وكذلك عندي الدقيق عندي ما بين 750 حتى 300 جرم ديال الدقيق على حسب الدقيق ولكن غالبا 750 كتكون كافية ووافية هادي ندوزول الطريقة إن شاء الله كاكما شفتو فكنناخدو الزبدة ديالنا تكون بدرجة حرارة المطبخ أو الغرفة كنزيدو عليها سكار كسونس ديال السكار هادي بنتي كتوريكم الميجا غوم اللي غادي نخدم به تهيا كتتعلم أنها تدير معايا الفيديوهات غادي نزيد الزيت غادي نزيد زوج جوش كيسان ديال الزيت ممكن تنقصو واحد اربعة تنص كاس إيلا بغيتو ولكن جوش كيسان را كتجي يعني كتجي مزيانة ما شي كتجي زيدة في ها الزيت بالنسبة للوصفة فهد الوصفة هادي غادي اخذيتها من قناة الأخت كريمة مطبخ كريمة المتنوع فانا جربتها من قناتها وصدقتها إلا نتمنى أنكم تنتم تجربوها وتعجبكم غادي ننضيف عليها هنا يا صفر البيض كيما قلنا ربعات ديال البيضات وبنسبة للبيض فغا نحتفطو به باش اللي تزين غادي نضيف واحدة رشيشة ديال الملحة وغادي نخلط هاد المقادير هادي فقط غادي باش الدبلية دبلية سنيدة لأن الزبدة راها بدرجة حرارة المطبخ ودبا رحنا في الصيف يعني راها تقريبا دايبة هدا هو الفرق ما بين صبلي وهكذا دول الآتي فهدو ممكن ندروا المقادير كاملة ونخلطو فمرة بلا ما نخدمو الزبدة بوحدة مع السكر عادي نضيفو المقادير الأخرى هادي نضيف معلقة ديال النشا معلقة عامرة معلقة كبيرة عامرة مزيان ديال النشا هادي نضيف تاك الزبيب المقطع الزبيب اللي مرض دبقون مقطع شوية يعني هاي مقطع شوية مشي بسف وغادي نضيف ديال الفواكه المعسلة وغادي نحرك واحد شوية غادي نضيف العلبة كما قلنا ديال الفواكه ممكن نضيفو هنا يا مكسارات اللوز مثلا طريفات ديال القرقاع ممكن نضيفو اللي بغيتو هادي نضيف الميقاغوم او ديال المنسم ديال البرتقال هو اللي درت اعطها واحد منكها هائلة تقريبا هنا درت معلقة كبيرة مع مراش هانتو ما شوتو قدامكم درتها هانتو ما شوتو اللون اللي اخضت لي العجين الخالطة ديال اللون اللي اخضى او كذلك واحد الرائحة كتنباعت من العجين وانتو ما كاتخدمو فيه هائلة ديك الرائحة ديال البرتقال كتجي رائعة هادي نضيف الدقيق مغرب المقبل وغادي نضيف جوج خمارتنا عندي هنا الخمارة ديال العبار من وزن ثمانية جرام كما قلت لكم الدقيق الخاص بالحالويات عندي هنا ياسب المية وخمسين جرام ديال الدقيق وممكن توصلو الثالث من المية الى كانت طقيق تشرب هادي نخلط هاد يعني هاد العجين هادا نحاول نجمعوه نضيف الدقيق وكنجمع الطريقة العادية اللي كنجمعو بيها غير ما نعجنوش بززاف حتى تجمع عندنا العجينة هانتو ما كاتشوفو كيفاش كاتشين را كاتجير طبع مخصاش ديقة صحاب بززاف نجمعوها بالطريقة العادية السهلة جدا هانتو ما كاتشوفو القوام ديالها فهار طبع را هار طبع وغادي نشكل منها كويرات غادي نحاول انني نشكل كمية كاملة عاد ندوز ندير الفينيسيون بالنسبة للكمية هاني اللي خدمت فدرتهم ما بين 17 حتى 19 القرام في الوحدة على حساب واش بغيتهم صغار يجيوا صغير ورين او لا يجيوا كبارين شوية بغيتهم صغير ورين شوية فقديروا 17 او 18 وممكن توصلوا الى 20 الى بغيتهم يجيوا شوية كبار ولكن من الاحسن انهم تجيوا صغيرين تجيوا احتفل في المنظر ديالهم مزوينين من بعد ما سليت الكمية كاملة كما شتو كلها كورتها كنجيوا هم كاندوزهم في بيض البيض اللي كان بقالية وكنديرهم في الانادرت هنا الكوكا ويفيلي ممكن تديروا اللوز ايفيلي او لا ممكن تديروا حتى الكونكا السيلا بغيته ولكن هكذا بقى ايفيلي كتجي زوينة كنضغطوا عليها واحد شوية مش متتبقاش هكذا كواقفة مكورة يعني كما هي باش كتتاخد شكل ديال غريبة كتتغبط شي شوية لانها فاش كتتنفخ ما كتنفخش بزاف وخاصة انهم صغار كنحاولوا ان تبتوا فق منها هدك الكوكا ويفيلي ممكن تدوزوا لها الكوكا ومن جميع الجوانيب ندرت فقط من الوجه وبعد ما كملت هنا يراني ديرهم في واحد اللطة ديال الفرن نفرش لها بابي كويسون وقد ندخلهم الفران اللي يكون مسخن مسبقا على نار متوسطة غير من الفوق يعني حتى تشوفوا انها طابت مزيان مش غير تشد راسها او تضبطوها فاش تشد راسة يعني طيب مزيان طيب تدخلوها اللي يدروا لها النار من الفوق غير شوية غير تشمع من الفوق وتخرجوها هنخلوها حتى تبرد تدقل ترجع دافية باش الكوكا ويفيلي او اللوز ايفيلي ما يتحييج لنا وغادي ندهنوها من الوجه بواحدة الدهنة خفيفة ديال الناباج بلا ما نسخنو غير عادي لان الحلوه هنا مزال لدينا شوية دافية كندهنوها من الوجه كاملة وغادي نرجعها للفران هنا يا الفران راني مزال كان طيب اللطة تخرين غادي نرجعها للفران باش تشمع شوية من الفوق يعني ذاك الناباج يلسق على الحلوه بالنسبة للكمية اللي خرجعت لي هاد الحلوه هادي فخرجت لي ها 88 حبه تقريبا 90 يعني بقا وكيما قلت لكم القرامة جراني درت ما بين 17 احت ل 19 القرام يعني إلا مشيتوا مثلا في 18 القرام فرا تقدر توصل لكم تل 90 وبنسبة لدي النهائي هو هاد راد ارتفدو كلي كيسد فقط و اه اه ارشيت عليها واحد شوية ديال ذاك الملمع الدهابي كين عندي ممكن تستغنو على هاد خاد الخطوة هادي تخليوها كما هي فالشكل ديالها بصراحة يجيرها يعني هاتو ما تشوفها عن قرب واحتى الريحة ديالها ولا اللون ديالها كتبقى شوية اللون ديالها مش بيض يعني كتبقى ذاك اللون ديال بورتوقال فيها و كذلك النكهة ديالها ذاك الخاليط ما بين زبيب و النكهة البرتوقال و كذلك الفواكه المعسة لك يعطيها واحد نكهة رائعة اتمنى انكم تجربوها كتجير طبا و معللك انا غنقسم لكم حدا باش شوفوا الشكل ديالها فرا كتجير طبا ما كتقصحش نهائيا في الفران ما تنقصوش الفران بززف بزف حتى او لتدخلوها الفران بارد باش ماتي بش ليكم يعني طب القياس ديالها و خرجوها عندما كتشوفوا الشكل ديالها انا حاولت انني نفرتتها باش نبر نبيل لكم دكشيلي فوسط منها يعني زبيب و القطع ديال الفواكه المعسلة هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه يعجبكم و هنا الريضة ديالكم و كذلك الغريبة تعجبكم وتجربوها و ان شاء الله هادي نحط لكم الماء قادير في صندوق الوصف بالنسبة للكمية يعني شحال العبار را تقريبين هنا تيخرج وجوج كيلو فهاد العبار هادا اللي درنا اليوم تيخرج وجوج كيلو بالنسبة للناس لغيب غوي يعني يعرفو شحال شحال كمية في الوزن كان هدا هو الفيديو ديالي نتمنى انه يعجبكم ما تنسوش تخليولي لايك اللي فيديو و بارتاج مع العائلة و الاصدقاء و ما تنسوش تخليولينا تعليق تعليق واللايكات ما كيحسبهمش نهائيا و ما كنتخلصوش عليهم من اليوتيوب نهائيا فما فيها بس الى درتي اللايك و تعليق و شكرا جزيلا على حسن المتابعة و الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله